السلام عليكم معاكم محمد من AXIOM Telecom الايفون 3GS مليء بالصفات الخفية التي لا يعلم عنها الكثير من المستخدمين هذا الفيديو يعرض عليكم بعض هذه الصفات ليسهل لكم استخدام الجهاز زر الايفون يمكن أن يخصص للذهاب إلى صفحة أو برنامج من اختياركم بالضغط مرتين لتعديل هذه الصفة اذهبوا إلى الاعدادات أو settings ومن ثم اذهبوا إلى general أو عام ومن ثم إلى home أو الشاشة الرئيسية قم بهز الجهاز عندما تشغل اغنية على الايبود لتغيير هذه الاغنية عشوائيا هذه الصفة تشغل أو توقف بالذهاب إلى الاعدادات ثم ايبود برنامج سفاري لتصبح مواقع الانترنت لديه العديد من الصفات الخفية مثلا يمكنكم الاستمرار بالضغط على .com لتختاروا .net, .org أو .edu وعند التمرير إلى أسفل أي صفحة التمرير إلى الأعلى يستغرق وقت للذهاب إلى أعلى أي صفحة فورا اضغط على شريط المعلومات في أعلى الشاشة إذا أردتم حفظ أي من الصور الموجودة على الانترنت عن طريق برنامج سفاري يمكنكم ذلك بالاستمرار بالضغط على الصورة إلى أن تظهر القائمة ومن ثم اختار حفظ الصورة إلى ألبوم الصور أحيانا تحتاجون إلى حل مسائل رياضية معقدة قم بإدارة الآيفون وتظهر لكم آلة حاسبة علمية كاملة بإمكانكم أخذ صورة لأي من صفحات الآيفون بالاستمرار بالضغط على زر الواجهة وبنفس الوقت بالضغط على زر القفل الموجود على رأس الجهاز تحفظ هذه الصور تلقائيا في ألبوم الصور نتمنى أن يكون هذا المقطع مفيد لديكم ولأي استفسار حول الآيفون أو أي جهاز آخر فضلا تصلوا بنا في الإمارات على رقمنا المجاني 800-294-66 أو 922-294-66 في السعودية أو اذهبوا إلى موقعنا www.axiomtelecom.com شكرا ومع السلامة اشتركوا في القناة